مسألة أخرى وقضية أخرى موجودة في كل الصحف بكرة مختصب طفلة الشهيرة بطفلة البامبرز للمحكمة بيقول صليت الجمعة وخدتها للعشة ومحاميه بيقول موكلي مريض نفسياً والنيابة بتطلب إعدامه التفاصيل المتهم إبراهيم مختصب الطفلة جانا حكى تفاصيل الوقع أمام محكمة المنصورة في أولى جلسات محاكمته اللي تمت النهاردة وكشف أنه قام بحمل الطفلة للعشة وارتكب جريمته بعد ما انتهى من أداء صلاة الجمعة المحامي الخاص بالمتهم محامي محمد المرسي المنتدب عن المتهم الحقيقة قال يعني وفقاً للصحف كلام غريب قال إنه موكله مريض نفسياً ولم يدرك ما يفعله وقال إن اعترافه بالواقع جاء تحت ضغط وزعم إنه أقوال الشهود في هذه القضية لم تتطابق مع بعضها البعض يعني هو احنا محتاجين أقوال شهود بعد اعترافه وأي ضغط اللي تم تحته هو اعترف بجريمته سألة غريبة شوية ترجمة نانسي قنقر